أزمة كورونا وركود الاقتصاد في تركيا والمستمر منذ عدة أعوام خيمت تشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطعات الأعمال المحلية خلال ما يجاري تراجع ثقة المستهلكين يأتي مدفوعا بتراجع سعر صرف الليرة مقابل النقد الأجنبي حيث لا يزال عجز الحكومة في التعامل مع الأزمة والضغط على المواطن قائما هيئة الإحصاء التركية أكدت أن مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي وقطاعاته ومؤشرات تقييمهم للوضع المالي والوضع الاقتصادي العام بلغ نحو 60 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50% عن المستوى الآمن المطلوب وزارة المالية في تركيا من جانبها أعلنت أن عجز الميزانية في البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في إبريل الماضي بارتفاع تجاوز 135% على أساس سنوي كما أصيبت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بالتوقف شبه التام مما أدى لانخفاض الصادرات في مارس الماضي بمقدار 17.8% ودفعت أزمة هبوط ليرة تركية إلى انهيار العديد من مؤشرات الاقتصاد التركي بصدارة السياحة والقوة الشرائية والعقارات والتي هوت بنسبة 55.5% في وقت قفزت فيه نسبة التضخم إلى 10.97% خلال إبريل الماضي مع معدل بطلة مرتفع بنسبة 13.6% منذ فبراير بما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي